أزمة اقتصادية مركبة في ليبيا حملة شعبية لمقاطعة منتجات الدواج بسبب ارتفاع أسعارها أثرت سلبا على أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يكسدت بضاعتهم بسبب الحملة ألقوا باللائمة على ارتفاع سعر صرف رسمية للديناري أمام العمولات الأجنبية ركوت صاير الذين يوقعون بسبب حاجة ارتفاع الدولار والسوق وبعدها كم حاجة والمواد والاتزامات الناس فيبقى ركوت باقي نجيب تشوقها نقول لك أن السوق فيه ركوت من 2023 في شهر 11 من شهر 11 في 2023 الركوت قاعد واضح وتلعب الأزمة السياسية وحالة الانكسام الحاصل الدورة الأكبر في الأزمة الاقتصادية الحالية بحسب اقتصاديين في الأخصي مع استمرار اعتماد البلد على استراد كثير من المواد الأساسية عدم توفر الأمولات الصعبة التي هي الأساس متين لاستراد السلع والمواطنية من خارج عدم توفرها في المصارف ونجوء مستوردين للحصول على الأمولات الصعبة من السوق السوداء يجعل التضخم يرتفع بنسب كبيرها جداً وهناك حالة من عدم استقرار في أسعار المواد السلع الأساسية والغذائية وأعتقد أنها مستورد التضخم تجاوزت الخمسين في المائة ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا كشف البنك المركزي عن عجز في استخدامات النقد الأجنبية بلغ أكثر من خمسة مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تثقل الأزمة الاقتصادية في ليبيا كاهلة المستهلكين وبالتالي أصحاب المشاريع الصغيرة مع غياب حلول فعالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المحلية فرش حمزة الحرة بنغازي ترجمة نانسي قنقر